صباح الخير او موسيقى الخير يا برج العقرب. اه الكراءة العرضة للعاطفة ان اعطيت في الطاقة العنية. برج العقرب انت تقريبا كده زعلان مع الشريك ممكن. اه كما انت شايف كده. اه مقدم لك اه حد مقدم لك عموما يعني عرض ممكن يكون عرض حب جديد او عرض مصالحة. ولكن انت زعلان قوي 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 قوي. وقعد تحت الشجرة وبتشتهنت للكبات. مش عارف انت تجننت ولا برج العرب. برج العرب على فكرة برج يعني هو صحيح لدعيته القبر ولكن والله حساس جدا 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 جدا. وبيحب قوي اللي يحبه يعني. المهم ان انت زعلان قوي وذكرت والله بشوف علام برج العرب انه عنه ده قوي. متمسك برأيه فحد مقدم لك عرض وانت مش شايفه اصلا. ومش شايف حاجة عموما وعموما بالدورة على كوباية فاضية هنا. اه سوري كوباية مش موجودة. وفي عرض تاني جاي لك ولكن انت مش عايز تاني. اه برضو هنا نفس الكارت برضو. اه حد مقدم لك حاجة. حد مقدم لك ممكن يكون دي تقطك ودي تقط الشريك. هو مقدم لك عرض ممكن يكون عنده حب بالزبط. وفي عدالة في الموضوع عايز يعمل عدل في الموضوع. او يرجع العلاقة مرة تانية. ولكن انت اه تعبان قوي وبتقوله امشي بقى وكفاية بقى. كفاية كده عمر اللي راح. وعمل تسمع برضو تمن عشور. واجيت على كرامة كتير بقى وحلل العصارات تشتغل. طب مشاهل الشريك ايه. عدد اه. امم. ده انت مش هيل منه او يا برب العرب. مش هيل منه. الشكله كده عمل فيك حركة مش حلوة. ممكن تكون اكتشافت ان في طرف ثالث في العلاقة. اه ومش طرف ثالث. لما يكون في طلات سيوف كده ممكن تكون خيانة او مرضو مش بيكلم حد. بيعرف بنات. كده يعني. بتعرف ولاد. مش هتمشي على الشخصية يعني. او اكتشافت ان في حد بيكلم حد وفلاص. طيب. اه برج العقرب. اه شريك مشاعره حلو قوي. وبيحبك. وامم شايفك انت الصلمي بتاعه. وشايفك انت اللي هتحقق له الحاجة الحلوة في حياته. ومش شايف اي مشاكل في العلاقة اصلا. هو آآ مازال بيحمل ليك المشاعر الطيبة الجميلة. واعتقل ان هو فعلا مقدم لك عرض مصالحة. لان انت قلبك مجروح قوي منه. وآآ بيقول لك ما تيجي بقى ان رجع المال مجارية بقى برج العرب. وآآ وهو عارف ان انت عنيد عموما يعني. وآآ متمسك برأيك بس هو مازال بيحمل ليك المشاعر. بتتعامل مع حدا من برج الاسد. ممكن. او برج مائي برج زيك. او هوائي. آآ مائي برضو هنا تقليل. طيب. آآ انت بقى يا برج العقرب آآ قلبك مجروح قوي 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 قوي. وآآ ندمان على العلاقة ككل. وندمان بقى على اي حاجة حصلت. آآ يعني لو كنت آآ بتديله لو كان محتاج منديل وديته منديل كده في يوم الايام. انت ندمان على المنديل ده. وبرج العرب اصلا. انا امر في العقرب. انا يعني لو قلت الواحد ازايك؟ باندم. باندم والله عليكم انت ازاي جديد. سواب ايتيبت في الكتابة باندم على العقص. وبعده وكتب ازاي كده انا ادمان. فآآ فانت انا ادمان قوي وعندك حسرة جديدة قوي من العلاقة. وشايف ان هي علاقة فشلة. وآآ وانت ما يعني يقولك ما ما خرجتش الا بآآ يعني لطبت بلح مش عارفة بلح اليمن ولا يعناب الشمطة قبيبا لما استرتيبها صحة. آآ فيعني الكرتين مش شبه بعض خالص. هو شايفك ان انت بتاعه لانه مقدم لك عدد تانة اهو. لما انت مسك بيك قوي يا برج العرب. ده مش صحيب. مش هيسيبك اصلا. ده راجع وتقريبا جي ناسة قيع. مش مش بيهزر معك. لانه هو اهو بص حتى الكروك جيه ورا بعدها. اهو. معني ما ما خدش كرت رابع بس هي جات زي اه. عايز يعمل عدل هو تقريبا حاس انه هو بوز الدنيا. اه في خناقه حصلت بينكو هالي حاجة. او او شاعر بانه فعلا 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 اه عمل حاجة. انت اكتشفت ان هو بيكلم حد عليك. او وصل لك اقبار ان هو بيكلم حد عليك. واسبت العلاقة. وقلت له شكرا قوي على كده. ومشيت. فهو راجع بقى يقولك لا انا ما تسدنيش. والله انا من غيرك والاسوى. والكلام ده بقى تتده. ودعاله. بس انت زعلان منه اوي اوي اوي. ومتقلم منه اوي اوي. لكن هو شايفك ان انت السلمي بيكعمل. ونفس الكوباية. ويعني نفس الكوباية ليه لانه فعلا انت كنتم تديله حب جامد اوي. اوي. ومتديله مشاعر طيبة. وهو كان بيديلك برده. او ممكن يكون مش بيديلك. لان انت مشيت. مشيت وسيته. بس اه بس اه بس. هو شايف ان انت كنت تديله وكان بيديلك نفس الحاجة يعني. طب هو شايفك ازاي برج العرب. هو شايفك ان انت اه شخصا عنيد. ومتمسك برأيك اوي. ومتكبر كمان. وهو شايفك كده بقى عشان ما تقولش حاجة. بس هو صح يعني انت فعلا متمسك برأيك اوي. وتقريبا اه عايز تبصل قدام وتسيبه. اديت له ضهرك. وبصص له قدام وسايبه خالص. وخلاص بقى. لو انا مش عايز منه بحاجة وانا هستطر الواحدي. وهبقى الواحدي وسيدني في خالبان. ده سمحت. اللي انت فعلا رفض العرض بتاعه. رفض عرض المسالحة. طيب اه انت شايفو ازاي? انت شايفو لو بتتعمل مع برج الاسد طبعا. انت شايفو شخص اه اعتقد يا برج العرب هو شخص اه برضو برضو في صفة العند. وشخص متحكم اوي. ممكن يكون اه كان بيخنوقك في العلاقة. و اه كان مسك عليك اوي. اه وشخص اه بيحب يتحكم في القدام. بالمعنى التاني يعني. اه بيحب يتحكم اوي في الشخص اللي معاني. اه متحكم اوي. شايفو متحكم اوي 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 اوي. وممكن كمان اه تكون شايفو ان هو مدكش المشاعر اللي انت تستحقه. يعني انت كنت بتبديله مشاعر و هو كان بيديلك نص مسلا. حاجة. بديله مسلا اه تكلمه اه مردين تلات مرات في اليوم هو لما يجي انت تنتظر المكالمة منه ما يكلماش. او انت اللي كنت بتبدأ داي. شايفو ان هو شخص متحكم. و شخص اه اه بيقافل اوي اوي على نفسه. مش قافل على نفسه يعني منعزل. لا. بيقافل اوي على حتة ان هو ما يديش لحد اه مشاعر. قافل على مشاعر اوي. او متحكم فيك اوي اوي اوي. تحكم. مهم ان او شخص متحكم وعنيد. و بيحكم رأيه. و غيور. ممكن يكون غيور كمان كم جهيرة عليك اوي اوي اوي. شايف ان هي يعني علاقة فيها تحكمات كتير اوي. لان انت مجروح عالبك اوي منه. اوي يعني. و بحصل او نبم بيه. ولكن هو ما. يعني. انا حاس ان هو مغيب او حاجة زي كم. لانه يعني. عارف انت لما تايفل معاد تقول له يمشي من هنا ايلا. و متجيش هنا تاني. ف يقولك لا انا. والله ما اسيبك يعني. انا بحبك. اه. يقول برج العرب بيتحكي عن نفسه برضو ساعات. و يقول ايه. يقول لا انا همشي من علاقة هو. لا. هقولك بقى برج العرب هو عايز يعمل ايه. هو راجع. لو انتو بتتكلموا مع بعض و ما فيش فراء ولا حاجة. واعتقد هو ما فيش فراء. هو عمال يكلمك دلوقتي. او هيكلمك. و ممكن يكون تاني عرضي يقدمه او تلت عرضي كمان. او بيزن عليك. لانه زنان او. زنانه و ما بيبقس عليك. ما بيبقس. شخص ما بيبقس. اه. كل ما هتجي تقوله. انت جرح تاني. و قطعت في قلبي. وتريبت المعاك قوي. يروح مدافع عن نفسه بقى. اه. يدافع عن نفسه. و يقولك لا والله. ده انا بحبك اهو. استنى بس استنى بس انت رايح فين. خد بس ما قل لك اهنا ده انا بحبك. او انا انا غيور او انا متحكم او انا مش عايزك تكلمي حد غيري او او انا مش عايزك تكلم حد غيري. وبتعوه لكن انا بحبك. اه او انا بحبك عموما يا عشان ما بتقول. لا دور بنا تنزلش. اه. يعني اه. هو شخص اه باقي عليك قوي يا برج العرب قوي. و مش ناوي لأ. مش ناوي مش ناوي مش خاص. و شايفك انت الحاجة الحلوة اللي معي يعني. انت بقى ناوي على ايه? انت ناوي توازن. ناوي توازن عموما. سواء لو كنت هترجع في العلاقة دي مرة تانية. انت ناوي توازن بين عقلك وقلبك. لان الظهر يا برج العرب ان انت اه اه اديته كتير قوي. قوي. و اديته اكتر ما هو اديك. فلزلك ان جرحت. وحسيت بعدم تأدير في العلاقة دي. بالزبط كده. عشان كده انت عايز تعمل توازن. انت بدل ما كنت تديله العشر كوبات نصرا هتبدأ تديله اه مقابل كل كوباية. هو يدالك انا هدي كوباية. اه اه. هتكلمدي اه كلمتني النعار دا. اهكلمت. اه 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 تمي بيك. غير كده لا يا عم انا تعلمت الدرس. انا نجرحك منها خلاص. تقريبا الوجع ده فوقك يا برج العرب. هتعمل توازن لو رجعت تاني بعد ما هو هيدفي عن نفسي قولت لو والله اب أنا بحبك وبتاع والحمر نرجع. فلو هترجع تعمل توازن في العلاقاتين. وناوي انت اللي تعمل توازن دا. نوي تقوله بقاanu انا اه اه شوف بقا هتخني يا فوق. لا طبعا يعني الخيانة متبقاش بصادر الخيانة ولكن هتناوي انت تعني التوازن تاني في العلاقة دي يا برج العرب وتقول له زي ما انا بديك انا كمان هاخد ومش هسكت المرة دي طيب هو شايف العلاقة ازاي هو بصراحة يعني العلاقة حلوة اوزار انه خلاف على الحداد فعلا يعني بسيطة مش حدا صعب يعني الا لو كانت فرع انت اكتشفت طرف ثالث في العلاقة ولكن لو اكتشفت طرف ثالث فاعرف ان الطرف الثالث ده طرف وهمي بيبسالة دي انا حاسة انه هو شخص زي ما قلتلك شخص متحكم وشايف نفسه شوي ممكن يكون بيشتغل حاجة مثلا مشهورة على السوشيال ميديا او مشهور نوعا ما وشايف نفسه وبيحب يتكلم الناس كتير قوي بس في الاخر انت 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 اللي في باله على فكرة يعني سواء بيكلم انت لو اكتشفت انه بيكلم بنات غيرك والحاجة بس انت برضو انت رقم واحدة عنه بو شايف العلاقة ازاي هو شايف علاقة جميلة قوي وعلاقة فيها ذكريات كتير الزهر من انتو فعلا بقلكم كتير فترة مع بعض وفيها ذكريات حلوة قوي وكل ما بيبعد ما يقدرش يبعد ما يقدرش يبدا عنك لو برج اسد فهو مش هيقدر يبدا عنك برج الأسد عموما لما بيحبه ما بيسيبش فهو شايف انه هو ما يقدرش يبيض عنك انت الشخص المناسب ليه الشخص اللي بيحسسه بالزبط كده الشخص اللي بيحسسه بانه هو طفل بيتعانل بطبيعته معاك بيحس بالحنان في العلاقة دي انت كنت حنون عليه قوي يا برج العقل واديته مشاعر جميلة قوي 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 خسيته الاحساس ده خلت العلاقة بالنسباله زي الجنة مليانة كباة فيها وردة مش كباة فاضية دي فيها ورود وفيها مشاعر العلاقة دي مليانة مشاعر عشان كده هوحسس بان انت انت الاسلمي البتاع انت الطرف الحلو اللي فيه عارف لما يقولك انت انت اجمل حاجة في حياتي انت اجمل حاجة في حياة حتى لو هو مشهور أو بيشتغل كتير أو مشغول عنك فلا كمان شايفو ان هو بضاية حلوى و انها علاقه ملل quelques حب و لكن ممكن يكون فيه خ tiهات تمطت منه برج العرب فأنت منه موقف عمل حاجة، عمل حاجة وشي بوجه العرب و التي مياه و لكن انت شافعه حب كثيرا العلاقه دي فيها حب كثيرا. فيها مشاعر جميلة قوي فانتو اللي تنين مشاعركم متساوية ولكن حصل سوء تفاهم مش اكتر وتطبيبها تتجاه لبعض ان شاء الله بإذن الله او انت ناوي تعمل بتوازل لو انت يا برج العقرب اه اللي مشيت وسبت العلاقة لو انت اللي مشيت او مكرر تمشي ركز معي بقى لو مكرر تمشي ومكرر ترفض عرض المصالحة وبتقوله لأ مش عايز ارجع تاني النصيحة بتقولك انتظر يا برج العقرب خليك في العلاقة ما تنسيش لان الشخص ده بيحبك قوي وشايفك النص التاني وشايف ان العلاقة مليانة حاجات يعني يعني لو بازت هتبوز معها حيات كتير قوي لان هو بنا حياته عليك ممكن تكون كنت بتساعده اه بالنصيحة حتى يعني يجي برضو شخص بينصح فممكن تكون انت كنت بتنصحه اه ممكن يكون اه كان اه في ازمة في حياته وانت عديته منها المهم ان او شاعر معك بمشاعر حلو قوي فالنصيحة بتقولك ما تمشيش سمحت ما تمشيش يا برج العقرب وانتظر وهو هيتصلح لو فيه حاجة مش عكبك في العلاقة هتتصلح وما تخافش وخش بقلب جانب وبطل بقى تحكم اه تحكم نفسك بطل تبقى عنيد وتمسك برأيك بدون اي اه داعي لانه اه اذا اشقلت الدنيا على ام برضو نصيح انا خلو اه ها هو بيحبك قوي على فكرة والنصيحة بتقولك لو سمحت ما ترفضش العرض جالك بعرض مصلحة وعلى فكرة برضو ذكرت الخاطب واخد واخد قرارة على فكرة عايز يارجي عمي واسكنتو بتتكلمو دلوقتي اهدى عليه لانه هو عمال يدافع نفسه كتير اوه الزهر بنكون شايد يقولك على فكرة والله العظيم اعملت حاجة والله لأ والله لأ برج العرب اقولكو بقى يعني مشكلته ايه برج العرب بنات برج العرب بالتحديد متملكة ودي مش عيب مش عيب متملكين ده مش عيب اه لكن تخنق اللي معها لا لكن متملكين اوي ويحبوا الشخص اللي معي بقى بتاعهم موما بس فممكن زي ما قلتلك انه اه او زي التبك يعني عموما انتو شايفين انه هو اه مهتم بحاجات تانية ويسايب كنتو متحبوش كده ده برج العرب بيحب الاهتمام قوي يعني فبنشوف المخاصلين ممكن غير طبعا الطاقة الاولانية خلص ده طاقة تانية ولو شفتها شابعة بخلاص انما لو شفت ان النهاية مختلفة شابش على الشعر ده بيجي مين اه اه بيبقى مش بتاعهم لان الطاقة دي ممكن تبقى ناس يعني معكوش عن بعض حاجة خالص 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 ماشا عارب ايه حاليا ويناوي الخطوة اللي ياخدها او عايز ايه ممكن اه هو حاليا مش هقول مستقر ولكن هو شايف نفسه الايام دي وبدأ يبصل نفسه وبدأ ان هو يشتغل على نفسه شوية اه خرج خرج برا السجن افكار طاقة ما بريد التعامل مع حد برج الجوزاء برج العرب ممكن اخد الورقة التانية بص يا برج العرب هو حاليا اه خرج برا الهواجز اللي هو كان عاملها نفسه العلاقة بازت طمام فهو بدأ دلوقتي حالا يتحرر من الهواجز اللي كان فيها وبدأ يخرج برا الافكار السودوية اللي كان عاش فيها سواء اللي هي قلم الفراء ولحظة الفراء نفسها سواء يعني شدته مع بعض اي حاجة وبدأ يشوف هيعمل ايه في حياته اه سواء كان هيتم بشغل او يرجع العلاقة مرة تانية لان دا شخص مستقر وفعلا هو بدأ فعلا فعلا بقى مستقر دلوقتي يعني هو حرفين بقى مستقر ومستقر في مشاعر على فترة مشاعره مستقر دلوقتي وبدأ خرج من التعامل طيب هو ناوي على ايه؟ هو ناوي هو طبعا مجروح بصوا دي يعني مرحلتين من مراحل وجع القلب عموما فهو خرج طبعا من كده وهو في السابق كان بالمنظر ده قلبه مجروح منك جامد قوي وتعبان قوي ممكن من غيرك مش منك ممكن تكونوا معمنتولش حاجة هو اللي مش فهو من غيرك تعبان وناوي يرجع تاني لعلاقة لانه اكتشف ان انت سول ميبو طيب ممكن تكون تعملوا مع حد برج الجوزاء يعني او ميزان برج هوائي هو تاني وهوائي برضو مشاعره في ايه بس تماما بدأ يكتشف ان انت السول ميب بتاعه انت شخص الجميل اللي في حياته وانت الحب الحقيقي وهيرجع توازن لعلاقة ده ان شاء الله بإذن الله تاني هو يرجع لتوازن لعلاقة تاني اه ناوي ان هو ايه استكره هو مستقره ده ان شاعره هيرجع لعلاقة ده تاني وهيشتغل عليها وعايز يمشي بالعلاقة دي القدامي عايز يمشي بالعلاقة دي القدامي هو حاليا حاليا دلوقتي مستقر جدا في ما شاعر وبعد طبعا ما كده يعني مش مستقر طبعا منازل على قوي لما نعرف ان اللي بيدي عنانه مستقر لكن قبل ما كان مستقر كان ايه كان كده افراحوا بقى ممكن يكون ازانة يعني ازه الشخص ازه برج العرب فهو ما اتخافش هو كان كده وعايز يرجع ولو بتعاملوا محار برج الجرزاز ام قلتلكم او برج الميزان او برج ترابو فهو انه يرجع لانه كشف ان انتو السلميك بتاعه وهيمشي بالعلاقة دي القدام ان شاء الله بإذن الله مش حاجة وحشة طيب العزات بقى اللي هو مفيش حد في حياتهم او بقالهم فترة طويلة او مرتبطوش لان العزات دول بيبقوا مش منفصلين حتى لو كانوا انفصلوا بقالهم فترة طويلة او مرتبطوش فجي نقسم الورق الاول عشان عزات دول حبيبي ممكن يكون شخص ده هيزهر في شهر التمانية مش سبع يعني فجي نساعات ممكن يكون بغاية الرقل عمدي جي يخل يباية الرقل بحبك فيغرق في حد دافن في حياتنا ولقا مشاعره ايه ويناوي عليك الحمد لله اخر حاجة دي بتعجبني في الموضوع طعب قابل بس ما نبتدي في خراءة بس هكذا بس لنا بص يا برج اللي عقرب الشخص اللي جاي في حياتك هو شخص من برج مائي زيك وممكن يكون برضو برج الاسد برضو او برج تراب الشخص اللي جاي في حياتك ده هو شخص ممكن يكون شخص قديم برضو او شخص من الماضي برضو ممكن مكونش كان فيه علاقة اصلا ما بينه ولكن هو يحمل مشاعر خيادة اوي 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 يعني وممكن يكون الشخص اللي من الماضي ده مشاعره كانت متزبزبة في الماضي يعني كان بيخش بحياتك ويخرج تاني بسرعة يعني يتكلم شعر ويغيب تلاتة شعر ستة شعر فمكتش عايفة وعايز منك ايه وبعد كده مشي تماما ومرجعش تاني فهو راجع تاني وممكن يكون شخص جديد بقى شخص ايه يعني ايه يعني شخص حبوب جدا وبيحمل مشاعر طيبة لك ويعتبر السلميت بتاعك او شبهك لان ممكن يكون شبهك مش السلميت بتاعك شبهك بس مش اقدر ومشاعره ايه هو مشاعره مندفعة جدا عليك وعايزك وعايز يقفل عليك الشابتر زي ما بيقوله جدا. عايز يقفل عليك الشابتر من حياته. عايز يقفلها عليك. وعايز استكرار معك انت. لو هو شخص جديد خالص فهو مختارك انت. مختارك انت وعايزك. ممكن تكون كانت علاقة سلاسية وهترسل عليكم تلكين بس. شكلها كانت علاقة سلاسية فعلا. شكلها كانت علاقة سلاسية فعلا. زي ما قلت لكم حد قديم. بقى له فترة كبيرة قوي ما تتكلمش معاكم. وكانت علاقة سلاسية. وانت سبت ومشيت. او بقى حصل فراء وخلص. وحصل الفراء وانت بعدت عنه ولكن القدر رجعك تاني. دي عجلة الحظ. القدر لك في لفته. ورجعه تاني. وهو شخص طيب على فكرة مش وحش. واخترك انت. وجايلك باقصى سرعة عنده. بس خلي بالك ان المشاعر بتاعته مش مستقرة. خلي بالك يعني. اه يعني مش مستقرة بيفقد كتير قوي 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 قوي. والان من الخطوة اللي هو هياخدها. دي مشاعره. الان. اه بس هو عايز يجي. وعايز يستخر عليك. ويقفل زي ما قلت لك اهو. يقفل الشابتر عليك انت. شابتر من حياته عليك انت. ويقفل الماضي اللي حصل. لان هي زي ما قلت لك ممكن تكون كتعلاقة سلاسية. وحبك انت. وشايفك انت الشخص اللي تنفع في البيت. ده سبت كبيرة زي في القراءة التانية بتظهر يعني. يعني اه اه حصل اشتياء. ده معنى انا اصح. وهو على فكرة اتخزل من الشخص التالت. وشخص التالت تسابه. لو علاقة سلاسية خلاص راحت. وهيرجع لك انت. لانه مش عارف يعيش من عيدك. مش عارف اصلا. كل ما ايجي ينام يفتكر الزكريات اللي فاتت لها. فهو راجع تاني. وعايز ادي فرصة للعلاقة دي مرة تانية. ده طاقة تالتة خالص يا برج العرب. عشان ناس اللي بتتفرق. ما تقولش ده طاقة تانية. ما تعملها مع تلت. لا. ده العزاب. اللي بقلهم خطرة طويلة او مرتبطوش. او كانوا مرتبطين. او كانت علاقة. ما كانتش علاقة اصلا. يعني يعني عارفون بعض. ولكن لا حد يتكلم ولا حاجة. ولكن انت اكتشفت من في طرف تالت. وسبت ومشيت. فهو نهى الطرف التالت. ونهى خالص الموضوع ده وجاي لك انت يفتح معاك اللي ودي. طب نشوف مشاعرك انت ايه بجاه العرض ده. ان ده عرض عموما. حتى لو كان عرض قدير فهو عرض. مشاعرك ايه? اه. يا ايه جات معايا جميلة. جات معايا جميلة. انت انت هتبقى فرحانة قوي 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 بالموضوع ده. هتنتصر. هتحس ان انت انت صارت يا برج العرض. هتحس ان انت صارت. اه انت صارت بيه هو. وتقريبا زي ما قلت لك هو سابق. او انت سبته. وزيلت قوي على علاقة اللي فاكت دي. بس ما تقلقش. هو بيفكر فيك وعايزك. ومشاعرك هتستقر. والموضوع هيمشي للي انت عايزه. هيمشي لقدام وهيمشي للي انت عايزه ان شاء الله بإذن الله. يعني ان شاء الله الحمد لله انتهيت على خير. ابراج المائية هو الحمد لله انتهيت على خيرها. فا برج العرب اتمنى تكون القراء عجبتك. وبعيد تاني. اه طاقة الاولانية غير الطاقة التانية غير الطاقة التالتة. وانا بعملها تلاتة كده. عشان التقاط ايه. هي ممكن تكون القصة شبهت. ولكن حدثت مع حد تاني خاط. شان الاولانية لو راجع. والتاني هنا ما بتفكرش اصلا. والتالتة حد اه ليه علاقة يعني مختلف تماما او بيفكر ينتقم مثلا ولا حاجة. فلا. والناس اللي بتسأل لا هو ترابي ولا مائي ولا ولا ولا. عندنا خريطة الابراب. اه شمسي طالع. اه و اه قمر. فممكن يكون. اه الشمس بتاعه خوت. والقمري عقرب. والطالع بتاعه او الصعيد بتاعه اسد. اتفضل يا سيدي. فخلص الدنيا يعني كده. يعني انا مسلا كل طاقاتي مائيا. اصلا. خوت وسرطان و مهضة الليلة كلها. فا اتمنى تكون القرآن عجبتك يا برج العرب اللزوز. وان شاء الله بإذن الله تبقى علاقة موفقة. شكرا لكم وانتنسونيش واشترا. شكرا لكم.